المغرب يقرر رفع العمل بالقيود الصحية لدخول التراب الوطني دوليا الإطاحة برئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو وتعليق العمل بالدستور رسميا سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا والمغرب أبرز المرشحين لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية مشاهدي كاب فانكتخ بطنجا أهلا بكم قرر المغرب إلغاء الشروط المفروضة على الراغبين في دخول التراب الوطني والتي كانت قد أقرت لمواجهة كوفيد-19 وأعلن المكتب الوطني للمطارات أنه سيجري ابتداء من أمس الجمعة رفع العمل بالقيود الصحية لدخول التراب الوطني اختبار بيس اير وجواز التلقيح وأوضح المكتب في مذكرة للمسافرين أن البطاقة الصحية للمسافر هي وحدها التي يتعين تقديمها معبأة بعناية بكافة المعلومات المطلوبة في خبر وطني آخر أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من الواحد إلى الـ 31 أكتوبر 2022 الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم تحت شعار الكشف المبكر وقايا ولصحتك حماية وأذكر بلاغ للوزارة أن هذه الحملة التي تأتي في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي المرتبط بالتعبئة والتوعية حول سرطاني الثدي وعنق الرحم تروم تحسيس وتوعية الساكنة عموما والنساء من الفئات العمرية المستهدفة حول أهمية الوقاية والكشف المبكر خصوصا النساء اللوتي تتراوح أعمارهن ما بين 40 و69 عاما بالنسبة لسرطان الثدي والنساء ما بين 30 و49 عاما بالنسبة لسرطان عنق الرحم من أجل ذلك تم دمج الكشف المبكر في الرعاية الصحية الأولية وتعزيزه من خلال بناء وتجهيز 43 مركزا مرجعيا للصحة الإنجابية بالإضافة إلى 11 مركزا جهويا للأنكولوجيا بالإضافة لأحداث قطبين للجودة لعلاج سرطانات النساء كما تم اقتناء 22 وحدة متنقلة للتصوير الإشعاعي للتدي بهدف ضمان ولوج واستفادة النساء في المناطق النائية من خدمة التشخيص نبقى في الأخبار الوطنية حيث جرى اليوم السبت بضواحي دخلة حرق وإطلاف كمية كبيرة من المخدرات ما يزيد عن 6 أطنان و406 كيلو جرامات من المخدر الشيرة ومواد محظورة ومهربة تقدر قيمتها بأززيد من 87 مليون و418 ألف درهم ووفقا للمديرية الجهوية الجمركية لجنوب فقد شملت عملية الإطلاف كذلك 10 أطنان و882 كيلو جراما من المعسل و491 ألف و864 علبة من السجائر و48 من الأقراص المهلوسة وأزيد من 7.3 كيلو جرامات من نبات الكيف وأزيد من 8.4 كيلو جرامات من مصحوق التبغ وأضف المصدر ذاته أن هذه العملية التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الدخل والجماعة القراوية العركوب بإقليم مواد الدهب همت كذلك إطلاف 11 طن من العقاقير الطبية والبيطرية و12 طن من المهيجات وجرى إطلاف هذه المواد التي تم حجزها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من قبل مختلف المصالح الأمنية على مستواجهة الدخل واد الدهب بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة المختصة إلى الأخبار الدولية حيث استخدمت روسيا أمس الجمعة حق النقد الفيتو لمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيمها بضم أربعة مناطق أوكرانية فيما امتنعت كل من الصين والهند والبرازيل والقابون عن التصويت وأعدت مشروع القرار الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا وأيدته عشر دول أعضاء فيما تسعى القوى الغربية الآن للضغط على روسيا من خلال عرض مشروع القرار على تصويت في الجمعية العامة التي تضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية إلى خبر وطني آخر حيث أعلن الجيش في بوركينفاسو أمس الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية شهر يناير كما أعلنوا الاستلاء على السلطة بحجة ضبط الأمن في البلاد وفي بيان تله ضباط من الجيش أعلنوا حل حكومة الرئيس هنري بشكل مؤقت ولفت البيان إلى أن النقيب إبراهيم تاراوري هو الرئيس الجديد للبلاد وأعلن الضباط تعليق العمل بالدستور وإغلاق المعابر الحدودية وحل الحكومة حتى إشعار آخر كما تم فرض حضر التجوال في عموم البلاد بين الساعة التسعة مساء والخامسة فجرا وتعليق جميع الفعاليات السياسية والمدنية إلى الرياضة حيث أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي في كونكري أمس الجمعة سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا لعدم جاهزية البنة التحتية في البلاد قبل الموعد المحدد لتنظيم المسبقة المذكورة ووفق تقارير إخبارية فإن الاتحاد الإفريقي توصل بتقرير سلبي من قبل لجان التفتيش التي أرسلها إلى كونكري بغرض الوقوف على جاهزية الملعب والمنشآت التي ستحتضن البطولة الإفريقية وأوضحت التقارير ذاتها أن اللجنة المذكورة أكدت في تقريرها استحالة إقامة نهائية أمم إفريقيا في موعدها المحدد بسبب الإكرهات المالية التي تواجه غينيا كونكري الكافية لإنهاء عملية البناء في موعدها المحدد هذا هو من المرتقب أن يعلن رئيس الكاف باتريس موتسيبي خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها اليوم السبت بالجزائر عن سحب شرف التنظيم من غينيا كونكري وفتح باب الترشح للدول الراغبة في احتضان نهائية كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 إذ يبقى المغرب أبرز المرشحين لاحتضانها إلى هنا مشاهدنا نكون قد وصلنا لختم نشرتنا للمزيد من الأخبار زوروا موقع الإلكترونيكا شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة